والنهاردة كنا ماشيين وبنتكلم النهاردة عن السمود بالله السمود بالله مصطلح عايزين نعتمده عايزين نعيش بيه السمود بالله مصطلح في أروع ما يكون السمود بالله يا سادة حالة تجعل الإنسان يستطيع أنه هو يعيش في جمال فاستمسك بالذي يقوحي إليك آه فيفضل هو متمسك بهذا فيحصل له ايه في السمود النفسي يبقى أكبر من دعامة من دعائم السمود النفسي في مستقبلنا وفي عيشتنا كلها وخاصة في المستقبل أن احنا نعيش بحقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله ما تخافش في ناس كده كتير أو تهرب من حقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله إلي احنا عايزين نكرس في النفس النعمة يعيشوا بحقيقة لا حول ولا قوة إلا بالله عشان يبث فيهم الأمل ويتمارم مستقبلهم راحة عارف ليه؟ لأن كل ما الإنسان حس أن الحياة under control الحياة بتضيع منه وخاصة المستقبله وما لو قال ليه الحياة؟ الحياة أنه ما فيش حاجة under control كل حاجة under mercy إحنا تحت الرحمة تحت رحمة الله وده معناه أنه إحنا مطمئنين أنه إحنا فعلاً وثقين ومرتحين مرتحين عشان إحنا صمدين برب العالمين مرتحين لأن إحنا سندنا مولانا مرتحين لأن مولانا بيتولانا مرتحين لأن إحنا من جوانا حسين أن إحنا مش أنضيع لأن أليس الله بكاف عبدة أكبر دعائم السمود أن الإنسان يحيا بحقيقة أن الله نظر إليه على الدوام وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله هو المؤمنون فيستمر في ساعه ويستمر في تحسين حياته وعلاقاته ويفرح بالنعمة يا سدى أكبر دعائم السمود بالله إن الإنسان يرجع للحياة يرجع لأهل العلم يبني معرفه على حقائق ويعيش في حلاوة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وساعتها يبقى الإنسان عايش إن الإيمان الإيمان كالإنسان فيه بيعيش كالبنيان مع أخيه يشده بعضوه بعضاً والإنسان ساعتها يحس بأنه هو مش هو بيدعم أخوه ده ربنا بيدعمه فيسند عليه أخوه وهم الاتنين سندين على مولاه طب نعمل إيه بقى عشان ده قلنا أول حاجة لازم عشان نبقى من أهل السمود مش كل حاجة تيجي وفي ودنا نروح واخدنا لا لازم نفرز اللي بنسمعه ومش أي حاجة تتقالع على السوشيال ميديا لإن فيه حاجات كتيرة هدامة بتهدم السمود فينا وبتخلينا ألانين وبتخلينا كمان شكين وعشان كده نخلي العنوان الأساسي بتاعنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرئ إسمه كذباً أن يحدث بكل ما سمع وساعتها نحس بقد إيه إحنا صمدين لإن إحنا مش كل حاجة بناخدها ونعيش بيها وتسببنا اضطراب في حياتنا كمان لازم نساعد حد محتاج نقوله كلمة تشجيع أو نسمعه كلمة حسنة وندعمه لإن كل ما دعمنا حد كل ما حصينا إن إحنا مسنودين من الأحد سبحانه وتعالى وياريت الكلام ده أول ما تعمله تعمله في أسرتك كل ما تعمل دفء أسرتك كل ما ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك وتعرف على الله سبحانه وتعالى باسمه الصمد وناجي الله فقل له يا صمد يا من أنت وحدك ترى حالي وأنت وحدك الذي تدبر أمري وتخرجني من أوحالي أسألك أثبات في أمري وأنت جعل واثقا بأنني محل نظرك وأنني يا مولانا دبرت كل حالي وكتبت لي كل خير في قدرك يا رب اجعلنا دايما من أهل الصمود واجعلنا كمان من أهل اليقين والثقة فيك يا رب العالمين يا رب ده أولي ده أولي اصدقى بالله إذا مكناش في الليالي دين وفي الأيام دين يحصل لنا صمود بالله إزاي مستقبلنا عينور عايزين مستقبلنا ينور زي ما قلنا خليكم متأقنين نمستقبلكم ممهد ومستقبلكم معلوم ومستقبلكم واسع واجربوا وخليكم عايشين بالإحسان وخليكم كمان عارفين إن مستقبلكم رينا بالحسن فتجربوا فتوصلوا كمان للكلام اللي احنا قلنا في النار نبقى صمدين ما ما حصلت اي تغيرات فاحنا صمدين لاننا عبيد رب العالمين